أعزائي طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي أهلا ومرحبا بكم مع لقاءتنا المتجددة مع اللغة العربية ولقاء اليوم درس نصوص حديث شريف من أعمال الخير النص للحفظ والدراسة والفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي نموذج عربي منضبط لدراسته لفهم كيفية صياغة ومعاني اللغة العربية يعتبر هذا النص نثري يعني مش زي الشعر أبيات وقافية لا هذه أسطر ولكن مليئة بالجماليات والبلاغيات هيا بنا نتعرف على حديث اليوم ونتناوله بالدراسة والفهم هيا بنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دبته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق والآن هيا إلى بعض الكلمات لنتعرف على معانيها كلمة سلامة عقلة الإصبع أو الشيء الصغير في الجسم كلمة صدقة ما يعطى للفقراء والمحتاجين تقربا إلى الله تطلع أي تشرق تعدل تنصف تعين تساعد دابته ما يركب من الحيوانات تحمله عليها تساعده في ركوبها متاعه كل ما ينتفع به من أساس الطيبة الحسنة تميت تبعد وتزيل الأذى معناها الضرر أعزائي طلاب نلاحظ في هذا الحديث توجيه نبوي إلى وجوب شكر النعم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن كل عظمة صغيرة في جسم الإنسان هي نعمة من نعم الله تستوجب علينا شكر الشكر من خلال الصدقات تقربا إلى الله أي صدقات الصدقات أبواب كثيرة كل شيء قد يصنعه الإنسان خير يعتبر صدق المشي إلى الصلاة الكلمة الطيبة إماطة الأذى عن الطريق سنحدد الآن أو سنوجه الآن إلى أنواع كثيرة تعد من الصدقات يستطيع الإنسان أن يشكر بها الله هيا بنا الشكر نوعان شكر واجب وشكر مستحب الشكر الواجب اللي هي الصدق الواجبة بأن لا يستعمل الإنسان هذه الأعضاء في معصية الله وبذلك يسلم من الإثم أما الصدق المستحبة هو أن يأتي الإنسان بأنواع الصدقات المستحبة القولية والعملية والمالية من أمثلة الصدقات العدل بين الناس بالإصلاح بينهم أو الحكم بينهم بالعدل المساعدة الآخرين إعانة إنسان في حمل متاعه إعانته على ركوب دبته والدب كان الحصان والجمل وهي وسائل قديمة لكن أن يجوز أيضا السيارة وكل ما يركب مساعدة كبار السن مساعدة المحتاج الكلمة الطيبة في ذاتها مثل ذكر الله وفي غاياتها أي في معناها التحدث إلى الناس بقصد إدخال السرور عليهم المشي إلى الصلاة من الصدقات أيضا كل خطوة ترفعك درجة وتحط عنك خطيئة إماطة الأذى عن الطريق سواء كان حجرا أو شوكا أو أي أذى في طريق الناس إذا أنت أزلت يكون لك صدق والآن بعد أن تعرفنا على معاني المفردات وأنواع الصدقات المتنوعة التي يستطيع الإنسان أن يتقرب بها إلى الله هيا بنا ندرس جماليات الحديث والجماليات التي وردت في النص الشريف هيا بنا كل سلام من الناس عليه صدقة تعبير جميل يدل على وجوب شكر الله على جميع أعضاء البدن بإخراج الصدقات وكلمة كل تفيد العموم والشمول وتنكير كلمة صدقة يفيد أيضا الشمول والعموم لكل أنواع الصدقات أما عن قوله كل يوم تطلع فيه الشمس تعبير جميل يفيد الاستمرار وضرورة المداومة على هذه الطاعات تعدل بين اثنين صدقة تعبير جميل يدل على أهمية العدل وتنكير كلمة اثنين يفيد العموم والشمول تعين الرجل في داباته فتحمله عليها تعبير جميل يحثنا على التعاون في حياتنا فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه استخدام حرف العطف أو يفيد التنوع لأشكال التعاون الممكنة الكلمة الطيبة صدقة تصوير للكلمة الطيبة بالمال الذي نتصدق له بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة تعبير جميل فيه دعوة إلى الحرص على الصلاة في المسجد لما لها من فضل عظيم تميط الأذى عن الطريق صدقة تعبير جميل يحث على إزالة الأذى من طريق الناس والتعبير بالأفعال المضارعة مثل تطلع، تعدل، تعين، تحمله، ترفع، تمشيها، تميط كل هذه أفعال مضارعة تفيد التجدد والاستمرار واستحضار الصورة وتكرار كلمة صدقة في الحديث الشريف يؤكد أهميتها في حياتنا وعبارة صلى الله عليه وسلم وكل سلام من الناس عليه صدقة إجمال وبقية الحديث تفصيل الآن أعزائي الطلاب بعد أن تعرفنا على معنى الحديث الشريف ومواطن الجمال هيا بنا لتأكيد الفهم من خلال الأسئلة هيا بنا السؤال الأول ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة الكلمة الطيبة من الصدقات القولية نعم إجابة صحيحة إماطة الأذى عن الطريق من الصدقات الفعلية نعم إجابة صحيحة أي أنك تتصدق بأفعال الخير الفعل تطلع يفيد الثبوت والتحقق إجابة خاطئة الأفعال المضارعة قلنا تفيد التجدد والاستمرار شبه النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة بالمال الذي نتصدق به نعم إجابة صحيحة تجوز الصدقة للمسلم فقط إجابة خاطئة كل إنسان يحتاج إلى مساعدة فتساعده يكون لك به صدقة ليس شرطا أن يكون مسلما أي إنسان السؤال الثاني أكمل ما يأتي تكرار كلمة صدقة يفيد؟ نعم العموم والشمول لكل أنواع الصدقات علاقة فتحمله عليها بما قبلها؟ نعم أحسنتم تفصيل بعد إجمال بين تحمل وترفع؟ نعم ترادف يؤكد المعنى تنكير كلمة اثنين يفيد؟ نعم العموم والشمول العدل بين الناس يكون؟ نعم بالإصلاح بينهم أو الحكم بينهم بالعدل أعزائي طلاب إلى هنا نكون قد انتهينا من استعراض حديث اليوم أو درس اليوم من أعمال الخير مع أتمانياتي لكم بدوام النجاح والتوفيق كان معكم أستاذ محمد عزوز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر